فنان سوري لبناني يوناني مهوس بالموسيقى مغني وكاتب وموزع حائز على جوائز عالمية كأفضل مهندس صوت عمل مسيقى الوثائقي للهيبة وكمان مسيقى فيلم الفزعة 25 وكتير من الأعمال اللي محفورة بذاكرتنا خليني استقبل اليوم بستوديو صديقي قبل ما يكون ضيفي الفنان جورج أثناس نورتني هاي نايا كيفك؟ أول شي بدي لعنك أنا هلأ صرت بغير لأنه اليوم رح تكون الحلقة كتير ممتعة خصوصي إنه عم شوف كمان إنه موجود للجيتار فالميوزك رح تعمل شي كتير حلو إن شاء الله ويظن الله من المبسط جورج أول شي بدي بارك لك على الجائزة يلي أخدتها كأفضل مهندس صوت وبدي أحكي عن هاي التجربة إنه قدي صعب وقدي في منافسة كبيرة أنت عم تحكي عن مهرجانات سينمائية عالمية فحكيلي عن هالتجربة صحيح للأمانة بها العجقة الأفلام الموجودة بهالمهرجانات كلها كان كتير شي صعب بالنسبة لإلي إنه فوت نافس خاصة بهذا الزمن اللي الإكوبمنت صارت فيه كتير متوافرة بإدين الناس أي حدا موهوب شوي صغيري عم بكون عنده وصول على الإكوبمنت عم يقدر يعمل فيلم فمشاركتي مع صديقي العزيز جداً حسين الأحمد المخرج اللي بجنن منوجه له تحية أي من كل قلبي أعطتني هاي الفرصة بصراحة لأنه كان عامل فيلم عن الصم وأنا كانت مهمتي كساوند ديزاينر أني أقدر وصل للناس شلون الأصم بيسمع هو ما بيسمعه بس هو فيه شي بيسمعه واو فليساويته أنا عملياً أني أنا سكرت ديني كتير كتير مني لفترة معينة ساعتين ثلاثة أربعة وعشت بالبيت صرت أفهم شو عم يسمع هالشخص وحاولت بالساوند ديزاين أني أعطي لجمهور هذا الشي شو حصيت لما سكرت أدناك يعني لساعات طويلة شو الصوت فعلياً اللي سمعته لحتى أنت يعني استلهمت منه الميوزيك تماماً أنا أول شي كنت أفكرني ما رح أسمع شي ولكن هناك شيء يمكنني أن تعبر عنه بكلمة عربية جميلة نبض كان هناك نبض يسمعه أكثر شيء صوت باس هذا الصوت أكثر شيء لن أستطيع أن أقوم بالتعامل لهذا الصوت أكل معي كتير وقت ولكن بعدين رأينا الفيلم وحضرناه وصاروا يأتي المشاهد على مشهد الأصم نرجع نسمع هذا الهدير الذي يسمعه وشترون نرى الشفاف الناس يتحرك لكنه بطريقة كتير مختلفة يبدو أنه هذا الشيء يوصل للجنة الحكام وقدرت الناس تحس بهذا الشعور وقدرت أنا أخترق فيه يكمل هائل من الأفلام الموجودة بهذه المهرجانات وخلي اللجنة تنتبه على هذا الشيء يعني دون شك مجرد هي التجربة اللي أنت عشت فهي تجربة كتير استثنائية وخالدة وأنا I'm so proud of you بصراحة أنه يعني قدرت توصل وتاخد جائزة عن جد بي ظل المنافسة الكبيرة وكما مثل ما طرحت أنه الأكوپمنتز اللي هلأ عم بتكون متاحة وموجودة مو بس هي متاحة وإنما كل يوم عم يطلع شي جديد ومنافس أكتر معادي عم نلحق نشوف الجديد يعني ومفكر حالي جاي بآخر شغلة يطلع في حدا أصغر مني بعشر سنين عنده لسه شغلات أنا لسه ما سمعت فيها صحة دالواحد دائما لازم يكون مواكب لكل جديد مية بالمية جورج شو بتعني لك الموسيقى سؤال كثير كبير بشكل عام الموسيقى بالنسبة لي طبعا هلأ أنا مع الأسف الشديد صار فيه جزء منه هو مهنة معني ما كنت أتمنى أبدا أنه تكون مهنتي لأنه أنا هي الشيء أنا كثير بحبه الموسيقى بالنسبة لي كشخص مانوبصري تعافي في ناس بصريين بيعتمدوا بالحفظ على البصر بيعتمدوا بال بيعتمدوا بالإموشن اللي حواليهم من البصر أنا إنسان سمعي فأنا بحصل على الحواس من خلال السماع بتحز من خلال بحس من خلال السماع حزن الفرح اليأس الأمال الخوف هذول كلياتهم بيوصلوني سمعيا لهيك أنا كثير متعلق بموسيقى الفيلم أكتر من الفيلم بحد ذاته وكثير بدور على الفيلم يلي موسيقته عم تعطيني شو كان بده الكاتب أكتر من السيناريو الواو صحيح فالموسيقى بالنسبة لي تعني لي كل شي وقدر أتخيل حالي يعني هي أداتك شي نقول هي أداتي للوصول لأي شي أنا بديها وفيني فيني أتخيل حالي أعمى بس ما فيني أتخيل حالي أصلا أوه هاي كلمة كتير كبيرة يعني أنت بتعبر من خلال الموسيقى فعليا يس ضويتلي على فكرة أنا حابة أعرف من وجهة نظرك شو رأيك مين هو يلي مسمح له يكون موسيقي مين هلأ بأيامنا مسمح له يغني ومين ممنوع أنه يغني لأنه نشوف كتير تعليقات سلبية بهذا الخصوص على السوشال ميديا صحيح صحيح للأمانة سؤال كتير عميق وضخم وهذا السؤال نحنا كل يوم بكل سهرة وبكل قاعدة عم نتضارب بآراءنا الموسيقية خاصة جماعة الموسيقيين أنه فلان ليش عم بيغني وفلان ليش عم بتغني ولك هاد صوته ممنيح وهي منها شو جابه على الفن اللي بدي يقوله اليوم اللي هو شوي بيناقد رأيي من سنة يعني أو من أقل من سنة أنا كنت عكس هذا الرأي بس أنا اليوم وصلت لهي النتيجة اللي بتقول شو هي الموسيقى أساساً؟ الموسيقى هي وسيلة تعبير بلشت عند الناس من آلاف آلاف السنين لحتى يعبروا فيها عن فرح عن حزن الحرب طبول العرس الزواج يعني هي إلى هدف أساسي اجتماعي هو نشر بهجة أو فرح أو حزن أو رفاء جنازة حدا ممكن بأيام زمان كانوا يعزفوا موسيقى فهي ما على حدود مقيدة إلى هدف أساسي اللي هو العامة أن تستمتع فيه وعلى ما يبدو هذا الهدف ما فينا نقول أنه هو هيك بينعمل هذا الهدف مو نحنا من قيمه مو الموسيقين بقيمه بقيمه هو العالم فإذا يوم من الأيام صارت التنجرة اللي عم ندق عليها بأنينة هي أكتر شيء يعني خليناتكم مقصوطة فهي هي The New Generation Of Music شئنا أم أبينا أو هذا كلام كثير كبير أي هذا أنا قناعتي الجديدة اللي كتير طولت وكتير كنت يعني معصيب وغاضب على يعني أنت عم بتقول أنه مين ما بده بحقله يغني؟ أي أكيد ما بده بحقله يغني ليه؟ ولكن ليش لأنه الغناء هو وسيلة تعبير والموطات الموسيقية اللي حطيناها وقلنا أنت بتغني هيك وهيك 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 هي نوع من الموع الغناء يلي بحب يمارسه وقادر يمارسه يعطيه العافية واللي ما بحب يمارسه وقادر يعمل شيء تاني مو بالمخطوط اللي تبعنا نحنا ففينو يعمله ليش لأ؟ بما أننا حكينا عن هذا الموضوع ما فيني ما أتطرق للأسماء المثيرة للجدل عم تترك كثير يعني جدل عند الجمهور وكمان عند الموسيقيين يلي عم يحكوا هذا الحكي ومن بيناتهم الفنان الشامي فكما بدي أسبع وجهة نظرك موسيقيا بالشي اللي عم بقدمه أوكي الشي رح قوله هلأ غالبا يفاجئ كثير عالم من محيطي الشامي بالنسبة للي موسيقته والكلام اللي هو بيشتغله مو زوئي تمام؟ فالناس رح تتفاجأ من جوابي أنا بقول يعطي ألف ألف عافية لهذا الشاب المثابر اللي عنده أفكار وعنده إلهام معين حابب يعمله وعم يبزل قصار جهده ليعمله والنتيجة اللي كانت إنه في ملايين من الناس عم تستهلك هالموسيقى اللي هو عم تكون سعيدة فهو يحقق الهدف الأساسي من الموسيقى لإسعاد الآخرين هلأ رح ننتقل لبارت فيه حرية أكثر بالحركات والتعبير والتحديات وفيه أسئلة سريعة ففيه أجوبة من القلب كلمة واحدة أو فيك شوية بس يعني جواب أصير أحاول كلمة واحدة أو هيك سريعة كثير غنية بتحسس حالك أنت عاملة لأنه كثير بتشبه أحساسك الموسيقى صعب غنية بحسس حالي أنا عاملة شفتم من بعيد يارا غنية ما بتقدر تسمعها يعني بس تطلع بتقول بليز غيروا أوكي ما حابب إعلق ما حدا أنا ولا حدا يفكر أخذ عني فكرة سلبية وبوجه له تحية كثير خاص أنت نحطيت بخان تليك أعترف بوجه له تحية كثير 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 كبيرة للفنان محمد سكندار ولكن غنية جمهورية قلبي طبعا نحنا ما عنا بنات تتوظف بشهادتها وعننا البنت بتتدلل وكل شي بيجي بخدمتها ما فيدي اسمعها أه لعندك مشكلة مع الكلمات يعني هي عكس كل مبادئ أنا آمن فيها وعكس كل شي نحاول نحن كمجتمع اليوم نوصله لحقوق المرأة والتساوي بين الرجل والمرأة وعكس أمي وعكس أختي بس لخصلك ياهون بغنية واحدة ما صار فيك بس حدا يقول لك شو رأيك بوكل المدير يعشق ويتحرك أحساسه وقعدي بالبيت ما فيه تتوظفه هذا ما فيني اسمعه تماما معك كامل احترامي لكل لا بالعكس يعني ما هو نقول أسئلة سريعة من أجوبة سريحة طيب نريد تحدي تحدي الأصوات بما أنك حكيت لي عن الطبيعة وكثير تفاصيل مفكر فيها فهلأ سنقوم بعمل تمثيلية انت بالنسبة لي رح تكون التيفي وانا سأقلب محطات وانت رح تطلع أصوات المحطة اتفقنا؟ أف تجيبيني على الفويس أوبر على الفويس أوبر سايد جاهز؟ ناشنال جيوغرافيك ترتفع جبال والهملة يا أربعة ألاف كيلومترا عن سطح البحر بكت؟ بشان بساني المعلومة صحيحة أولا؟ نعم يا جيمز لقد رأيتها إنها هناك ضعها هناك ضعها هناك طيب خلينا برومو حلقة مسلسل تركي أنا كم مرة قلت لك يعني ها لا تساوية؟ كم مرة؟ كم مرة بدي تصل بأمك وقولك لا تساوي هيك؟ أحسنت بما أننا نحكي عن المحطات شو محطتك القادمة شو هي الخطة والبلان حكي لي اعترف المحطة القادمة هي برج خليفة محطة القادمة للأمانة إلي سنتين أنا موجود بالإمارات ونقلة كانت صعبة طبعاً نحن كسوريين يعني انتقلنا كثير كوني عندي أم لبنانية أنا رحت عشت بي لبنان كمان نص عمري الباقي ثمين سنوات هون ثمين سنوات هون ثمين سنوات ما بعرف وين يعني ميكس فدائماً الخطوة الثانية هي دائماً طبعاً أن نتطور أنا عملت جيميناي أكتوف يلي هو الستوديو اللي أنا انطلقت فيه من أول ما كنت بي لبنان عمري 22 سنة اليوم كفيت 34 سنة واللسات وهذا الستوديو يمشي من لبنان راح على سوريا ورجع على الإمارات في خطة كثيرة حلوة لقدام عم نحاول نفوت أكتر بالمجتمع الإماراتي الناس اللي إجت جديد على الإمارات الجو اللي كنا نساوي بلبنان أو بسوريا عم نحاول نرجع نخلقه هون والجديد سيكون أنا وياكي غالباً إن شاء الله بنا نعمل كتير مجتمع بس أنا راح قال لك سأقول المخطة القادمة هاتي نشوف بدنا نسمع صوتك أيوة هذا الفخ هذا الفخ والموجود أنا محضره على فكرة لأنه عرفان أنه بدك تعملي هيك فقررت أني أنا كمان أعملك فخ أيوة هاتي نشوف واختار أغنية في أدوه مشان نسمع صوتك كمان هاي يعني حطيتني بخانة اليك أيوة عصفورين بحجرة واحد طويتة ومرحل لك شوية الغنية أنت لحالك كمان ولا بروبة ولا شي ولا شي راح تسمعي ورح تفوتي بالمقطع البنت لحالك شو الضيف إيتي لي بتحبيني الله وعطول إيش رح تنسي شو صار لعملتيني بالعكس 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 siempre que te pregunto que cuando como y donde te siempre me responde quizás 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 لا مش قابل كتار لو سمحت يعني بدك تكتب وتلحن وتغني بالعرضة الآن يا سلام شو التحدي معك عشر ثواني تفكر فيها حسنا 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 جاهز جاهز وób breeds التشر mmm هذه هي سريعة كتير لا هل لا احتراض تشرب الأهولات Era أجمع مانا أعجبods أحسن من gap أحسن من gap أصبحت أن رأيت مراحة لا أتسinson بالعكس وأيڤمپ المن وأحسن من G終了 ونعمل групп كتير مبسط فيك أنا عن جد وأنا كتير كتير مبسوطة فيك وبتمنى لك كل التوفيق والنجاح أنا كمان إليك بالأكتر وانطروا جورج بالأعمال القادمة وبس شكراً نايا